يقدم مستشفى الطب البيطري التعليمي التابع لكلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا خدمات تعليمية توفر دعماً للمنظومة الغذائية والثروة الحيوانية الأمر الذي جعله فريداً من نوعه كمستشفى أول متخصص في هذا المجال مراسلنا مؤمن رمضان جالا في أقسام هذا الصرح التعليمي والخدمي وعادة بالتقرير التالي بهدف مواكبة التطور العالمي في مجال الطب البيطري ورفع كفاءة التعليم في هذا المجال بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية رعاية الحيوانات أنشئ مستشفى الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا بمنحة من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة سبعة ملايين دولار ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ سبعة آلاف متر مربع ليكون المستشفى الأول من نوعه في الأردني والمنطقتي امتتاح المستشفى كان إضافة حقيقية ونوعية للكلية وكوادرها وخرجينها حيث أن المستشفى بشكل حاضنة تطبيقية للعلوم التي يخذوها الطلاب سواء في درجة البكالوريس أو في درجة الماجستير نواحي كثير يطبقوا فيها بالمستشفى من ناحية استقبال الحيوانات وعلاج الحيوانات ومتابعتها بالإضافة لإجراء العمليات الجراحية أيضا من الأهداف تقديم الخدمات الطبية البطارية ذات الجودة العالية وأيضا من أهم استراتيجيات وهو الهدف الاستراتيجي فعليا للمستشفى اللي هو دعم القطاعات الصحية أيضا نقدم الخدمات الاستشارية للعديد من أصحاب أو مربي الثروة الحيوانية بحيث في بعض الأحيان بتكون عندهم مشاكل جماعية في القطاع فممكن في طريقتين ممكن أنه يجيب عينات لعنا وإحنا منعملها تشريح ومندخلها على المختبرات ومنعمل التجارب أو أنه إحنا منطلع عليك فريق متحصص مع عدد من الطلبة بحيث أنهم يشوفوا الحالات على أرض الواقع وممكنهم يأخذوا عينات من هناك وبناء على منبني التشخيص يتضمن المستشفى أقساما خدماتية رئيسية للجراحة والباطن لكل من الحيوانات الصغيرة والخيول والحيوانات المنتجة للغذاء كما يضم قسما للتشريح ومختبرات تشخيصية بأحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية المتطورة وقسما للعزل لدعم هذه الأقسام بالإضافة إلى الخدمات الطبية يقدم المستشفى أيضا خدمات تعليمية وتدريبية لطلاب الطب البيطري ويسهم في رفع مستوى التوعية الصحية في المجتمع بشأن أهمية رعاية الحيوانات وتقديم الدعم لأصحاب الثروة الحيوانية في تشخيص وعلاج الحيوانات من مختلف الأصناف المستشفى أول إشي أتاح لنا فرصة أنه يكون فيه مساحة أكبر لأنه عدد الطلاب زاد مع أنه تقدم التخصص وهيكا فصار فيه طلب عليه أكتر فأول إشي كان مساحة أكبر من العيادة وتاني إشي تقسيم الحالات كان بيخلي أنه الطلاب أكتر يركزوا على اللي يبدهم يعني يعني حاليا مثلا أنا عندي لاب جراحة بكون في لاب جراحة قبل نتيجة المساحة الصغيرة كنا شوي نتخربط بين أنه إحنا عنا حالة هون وحالة هون بالمقارنة لما كنا بالمركز الصحي كانت الفرص محدودة شوي ولما ننزل على سوق العمل هذا كله كان شوي أثر علينا لأنه لازم تأخذ خبرة سنة سنتين بعدين عبل ما تصير متحسن من كل النواحي بس بالعكس المستشفى بنزلك جاهز على الفيلد وعلى سوق العمل بالتزامن مع هذه الجهود يتطلع الجميع نحو تحسين جودة التعليم البيطري والرعاية الصحية للحيوانات في الأردن والمنطقة مما يعزز مكانة الأردن كمركز رائد في مجال الطب البيطري والاستمرار في خدمة المجتمع والحفاظ على الأمن الغذائي في الأردن من محافظة إيربيد مؤمن رمضان رؤية